طب انت عارف انك لو كتبت للمريض بتاعك دوى ضغط من النوع إيس أو أربس حاجة زي الإنالابريل مثلا ممكن أول جرعة ياخدها تعمل له انخفاض شديد جدا في ضغط الدم ممكن تصل إلى إغماء دي حاجة اسمها فيرست دوز هايبوتينشان أو فيرست دوز فنومنان بتحصل في بعض الناس مش كل الناس بعض المرضى خصوصا في أول أربع ساعات بعد أول جرعة فقط ومش عارفين يفسروا السبب بتاعها كويس لكن بيقولوا انه بيحصل فازو ديليشن أو ارتخاء أو اتساع في الأوعية الدموية سواء أوردة أو شرايين ولحظوا الموضوع ده في أدوية كتير مش بس الإيس والأربس حاجة كمان زي الألفا بلوكرز زي البرازلسيين وغيرها لكن مشهورين أكتر مع الإيس والأربس ولحظوا كمان ان الموضوع ده بيكون أكتر لو المريض عنده في الأساس كونجستف هارت فيليار مثلا فشل القلب وجسمه مورم والدنيا بايزة معه يعني أو كان بياخد مثلا دايوريتيكس مدرات بول أو بيتا بلوكرز بعد أدوية الضغط الأخرى وهكذا فيعني العيان بتاعك لو انت شاكك وخايف منه شوية كده ادي له جرعة صغيرة في الأول يعني انت لو عايز تمشي على جرعة مثلا ساي جرعة عشرين مثلا فانت تديله في الأول خمسة أول دوز تبقى خمسة وبعد كده ارفع معاه تدريجيا عشان نتفادق الفيرست دوز فنومنان أو الفيرست دوز هاي بوتتش وكمان ترقبه أول زي ما قلنا أربع أو ست ساعات والعيان كمان ياخد باله في الوقت ده وممكن يكون مستريح على السرير عشان ما يحصلوش يعني مشكلة كبيرة لو حصلوا هذه الظاهرة فيرست دوز هاي بوتتش بس تكتبه